السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيب قلبي عامدين ايه يا رب تكونوا بخير هنعمل ايه النهاردة احنا هنعمل النهاردة الرؤى على عين البتجاز هينفع يا امو اسلام على عين البتجاز ايه هينفع ويطلع جميل ومتحمر ومحروق فيلم الشكل ده يلا هنصلي كده على الرسول اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله ونشوف احنا هنعمل الرؤى على عين البتجاز ازاي وهنحشي ايه معايا لفة رؤى انا بشتريها كده جاهزة معايا حوالي من سدري فرخة فلقة واحدة بس جنب واحد انا فرماها كده زي ما انتم شايفين البهرات بقى ملح كمون ومكعب مرقة بص الله يا صغيرة ومعايا جبنا معايا الصانية اللي انا هشتغل فيها ومعايا ايه يعني حبيتين فلفل اخضر كده على احمر الوان اول حاجة بقى انا اعصج الفراخ بتاعتنا وانتو عارفين يعني طريقتها كلكم شاطرين وعارفين ازاي بنعصج حط معلقة السمن على معلقة زي كده في الطاصة ممكن نحشيها انا نحشيها النهاردة فراخ ممكن تحشيها لحمة مفرومة بتبقى حلوة قوي ممكن نحشيها سجوء اي حاجة يعني جلاش احشيه اللي انت عايزة اي حاجة اي حاجة اي معجنات جلاش الرؤاء الحاجات دي كلها بنحشيها اي حاجة بس تنى بس الحاد اللي معلقة الزيت ما تسخن عندي وانزل بقى بالفراخ اللي معايا انا فرماها ناعم زي ما انتو شايفين ممكن تقطعوها برضو حتى الصغيرة كده شايفين ما شاء الله اقلبها تقليبة كده وبعدين ننزل عليها بالبصل بصلايا اللي معايا بصلايا صغيرة انا ما بحبش اكتر يعني البصل مع الفراخ او مع اللحمة بحب تكون اللحمة بينة فيها او الفراخ بينة فيها كده انزل كماني بحبة الفلفل الالوان اللي عندي ده اختياري مفيش عندك خلاص مش مهم يعني لحد دلوقت انا لسه منزلتش بالملح ولا البهرات انزل بقى مكعب المرأة كده بيدلها تستحلو قوي البهرات بقى اللي عندك ملح كمون بابريكا السبع بهرات بتبقى حلوة قوي برضو بتاخدش كتير في السوية بتستوى بسرعة عشان الفراخ مفرومه نروح بقى نعمل ايه الرؤى لازم ما تيجي تعمل الرؤى لازم يكون عندك شربة دي شربة فراخ يا سلام يا سلام يا سلام لو شربة بط بقى كده بتبقى حاجة تانية خالص الشربة دي انا حط فيها معلقة سمنة بلدي عشان تبقى حلوة معايا كده والطعم حلو الحشو جاهز معايا خلاص كده اركنه على جنب وابدأ بقى ايه الصنية بتاعتي مدهونة دهناها سمنة اجيب بقى الرؤى حتى لو الرؤى متكسر معاك مش هنرميه هنحطه و هنحشيه برضو نحطه في وسط الحشوة كده مفيش حاجة احنا هنرميه احنا المصريين ما بنرميش حاجة شايفين بحاول كده انا بصور بيد فما بملكش ان انا اه اوره لكم قوي بس هنزلها كلها لازم تغرقيها كلها في الشربة كده زي ما انتو شايفين بالشكل ده لو الجلاش صغير عن مقاسة صنية عادي المكسر ده بنحطه كده في الجنوب عشان نزبط الاول دور كده اخد كده نص كمية الرؤى اللي عندي لو هم تمنع وحدات بتحطي اربعة واربعة لو هم عشرة بتحطي خمسة وخمسة عندك جبنة مزدرين لحشيها معاها عندك جبنة شدر جبنة رومي ما فيش عندك خلاص مش مشكلة هيديت بتبقى حلوة وجميلة اهلينا زمان واماتنا زمان رحمة الله عليها ما كانش بتعملها لجبنة ولا حاجة كان اللحمة وخلاص ومشاء الله عليهم الله يرحمهم كان بيطلع احلى رقاق من ايديهم ست الكل الله يرحمها ويخفر لها يا رب انا بوريكم المكسرة ومش هنرميه نرميه ليلا بنحطه في النص كده وبيطلع حلو بر شايفين بالشكل ده يقولك يا امو اسلام انت ما بتعملش بالمعلقة ليه بالمعلقة ليه احنا بنشتغل في بيتنا في مطبخنا بيدينا ضمنين نفسنا ضمنين نظافة ايدينا ضمنين نظافة حاجتنا فخلي البصات احمدي زي ما بيقولوا كده انا لقيت الصينية الصغيرة دي معايا مش هتكفي مش هتنفع لان السمك بتاعها الارتفاع بتاعها اليه فانا قلتهم في صينية تاني سهل ان هي تنقليها خالص مفيش فيها اي حاجة كده خلاص حطيت نص الحق نص الرؤاء اللي معاي انزل بقى بالحشو من شاء الله جنبي واحد من السدر من سدر الفرخة عمل لنا صانية تكفي العيلة كله تب الحشوة دي امو اسلام ممكن نعملها في حاجة تاني اه ممكن تعمليها في الجلاش وممكن تعمليها اه سنق في العيش السوري وممكن تعملها حتى في العيش المصري بتاعنا وتحمري كده في المقلقة بيبقى طعم حلو بيبقى وجبة حلوة اول العشاء مع كوبية شاي ولبن والفهنة وعافية زي ما قلت لكم في اول الفيديو لو عندي جبن عندي جبنة حطي ما فيش عندي خلاص ما كانش في زمان جبنة ولا حاجة بقنا نحطها كده بس طبعا انتو عارفين بقى الايام دي ات الاولاد اهم حاجة عندهم الجبنة المططية والطعم والشكل فبحطها لهم الجبنة دي اكلوا اكمل بقى بقية كمية الرؤاء اللي معايا بس لو اتكسرت بلو ما تخافيش منها باذن الله فيديو تاني هعمل لكم الرؤاء ده ازاي نخبزه نعجنه ونخبزه طيب وصلت معايا الهين وما حطتيش اللايك حط اللايك ربنا يكرمكم يا رب وسعبكم خلاص قربت هو تخلص انا ما عرضتش اصرع الفيديو ولا اي حاجة علشان اوريكم لو فتفوت هاخدها وحطها فيها نرميها لاه احنا في الايام دي محدش يرمي حاجة الناس مش عارفة تعيش ولا عارفة تاكل ولا عارفة تشرب ولا عارفة تعيش حتى فاي حاجة ما نرميهاش نرميها ليه معلاش يا جماعة انا البتاجاز بتاعي لو قلتلكم بقى لوجي تلاتين سنة وطيط العين خالص كده شمعة وبعدين هحط بقى الرؤاء بس طول ما انت شغالة كده في المطبخ تلف الصينية كده عشان ايه ما تلطعش معاك من الجنب زي ما انا ورككم كده في الاول يطلع اللونها كلها حلو كده خلاص انا عايز اورها لكم بس من تحت ان هي احمرت طبعا انت لو ممكن تحطيها في البتاجاز عادي بس الصراحة البتاجاز بتاعي دي الفرن بتاعه وحش ما بيشتغالش قلبتها على صينية تانية بنفس الطريقة قلبتها سهلة خالص ان هي تنزل معاك وشايفين مقرمشة كده وطعمها حلو بس زي ما قلتلكم بقلب في الصينية علشان ما تلطعش معاك من نص زي ما انت شايفة كده قطعتها بالشكل ده زي ما انت شايفين ما شاء الله طعمها هطلح حلو قوي والحشو بتاعها حلو ومقرمشة وطعمها جميل اتمنى يا رب ان الفيديو ده يعجبكم لو عجبكم الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناة فعال الجرس بعديها لكل اصحابك اللايك 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 رمكم اللايك اشوفكم على خير يا رب انا بيتي مملكتي ام اسلام في رعاية الله وحفظ اشتركوا في القناة